المجلس البحريني للدراسات والتخصصات الصحية ومتابعة وتقييم برامج التدريب وإعدادها للحصول على الاعتراف الدولي ووضع الآليات لإصدار الشهادات في كل التخصصات والبرامج الصحية الوطنية ومعادلة وتقييم الشهادات المهنية وإنشاء البرامج التدريبية المتخصصة وأكد معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة على أن إنشاء المجلس البحريني للدراسات والتخصصات الصحية سيشكل نقلة هامة على صعيد التدريب الصحي في مملكة البحرين بما يتماشى مع مساعي المملكة للارتقاء بالمنظومة الصحية بكافة أركانها والتعزيز المستمر لكفاءة الكوادر الصحية العاملة في مختلف المؤسسات الصحية مشيرا إلى أن إنشاء المجلس سيساهم في تلبية احتياجات مملكة البحرين على صعيد التدريب الصحي خلال السنوات القادمة من خلال البرامج التدريبية المتخصصة في مختلف التخصصات الصحية وأضح معاليه بأن تشكيل المجلس سينعكس إيجابا على التخديات التي وجهها التدريب الصحي في الوقت الراهن والمتمثلة في عدم وجود جهة محددة تتولى إنشاء واعتماد برامج تدريب الأطباء وتخصصات الطبية الأخرى وتأهيلهم مضيفا بأن المجلس سيوفر كذلك فرصا تدريبية لخرجي التخصصات الصحية بما يساهم في تأهيلهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم وثق أعلى المعايير